بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بالجميع موضوع حلقة اليوم سوف نتحدث لكم على مرض النقطة السوداء عند الطيور الخاناري والسون سوف نشرح لكم نوعية المرض وفي نفس الوقت سوف نعطيكم وصفة طبيعية وفعالة لذلك يقوم بمصفة طبيعية وصفة طبيعية وصفة طبيعية وصفة طبيعية وصفة طبيعية وصفة طبيعية وخلطة وقوم بماء وكما تعرفون المرض السوداء ومرض الكريم وصفة طبيعية وكما تعرفون المرض وفي انه سبب قم بقربة ووصفة طبيعية وما تعرفون هذة بقربة طبيعية وتطرق بقربة طبيعية ما هو السبب و لماذا لا يوجد الفراخ سأشرح لكم و سأقوم بتصوير صورة بسيطة و سوف يفهم الجميع في المثال الانتا بيضة واحد الغيضة في المثال الغيضة فيها فيروس وهو نقطة السوداء في المثال الغيضة سوف تفكس الغيضة و سوف تفكس الغيضة سوف نقوم بتصوير صورة وهذا الخلطة سوف نقوم بتصوير صورة سوف نقوم بتصوير صورة في المثال هذا الغيضة مثلا هذا الغيضة وهذه أونتا قبل أن نضعف الغيضة مع الغيضة يعني في عملية تجهيز نحسبها مثلا عملية تجهيز الغيضة بحضة الغيضة قبل التزاوج سوف نعرجوه علش لأن هذه النقطة السوداء يمكنها تكون في الكتربة يمكنها تكون في النتوق وهذه النقطة السوداء السبب الرئيسي للتزاوج عيميا هو التلوت يعني مثلا أعطيت المط اليوم الغيضة و أخليته يومين أو تلتين هذا طفائليات أو رأي شغلهم من الغيضة أو رأي 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 و أخليها رأي يومين تلتين نحيط لأن رأي مصطقة بمكار و نحيط فتر مؤكس يقضل يمكن أخري الصين صحة جيدة على ما يقع له هكذا السبب الرئيسي الذي يقع له هكذا هو التلوث في المال هذا الذي يجعل فيروس الذي يكون في الأمعاء طاحرة ومن بعد ما يلقى حذ كار الأنسى يمشي هذا الفيروس الذي هو النقطة السوداء ويعني أنجح طريقة لإتفادة هذا المال هو الوقاية ووقاية طريقة سهلة تعالج تعالج الأنسى قبل عملية التزاوج الذي هو النصف الذي سأعطيكم تقدر العام كامل العام كامل بالنسبة للشتاء مرة في 15 اليوم وبالنسبة لفصل الصيد مرة في الأسبوع وبالنسبة لوقت جيز هذا الوقت هذا يعني قبل التزاوج ثلاثة المرات في الأسبوع يعني إلى درتيار الطريقة مع أمر الفراخ ديالي غادي يكون تيهم شي مشكلة إن شاء الله أنا غادي نوردكم على الوسطة هل يمكن أنا التزاوج هل يمكن أن تدخل للمتصف يمكن أن تدخل للمتصف يمكن أن تدخل للمتصف أشياء المراحة الطريقة سيطة ونضيف 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 كمية كافية ونضيف ونضيف ولكن هذه العملية ونضيف الحالة ونضيف حين ومن ثم نضيف ونضيف 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 تنظيف ونضيف 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 وهي بسيطة أمور طبيعية وتجنب بها أمرض كثيرة بهذه الطريقة هذه إن شاء الله لا يكون لديك مشكلة مع النقطة السوداء وبالنسبة للإخوان الموربيين والأولاد الذين يشريوا فراخ على برام أصدقاء من الأحسن أن يجيب الطائر يجهزه واحد الشهر يوجده يداويه وعادي يدخله عند فراخ رياله لكي لا يكون لديك العدوى لأن الوقاية مهمة هي التي تخدم عليك العام كامل لديك أن الطائرة صحة جيدة ويخدم لك العام كامل ويكون لديك موسمة تبارك الله مخيلة هذا هو بعد الأنواع التي أعجبتهم سوف يخدم اليوم هذا العام إن شاء الله وهما أقفاز السيرفاري وهما أقفاز السيرفاري وما كان نقدم اليوم الخلطات الطبيعية لكي يكونوا بصحة جيدة أخذ مخيصة بصحة جدا في الشخص سيرفاري أخذ مخصص دقيق وسأت зачبع صحة جدا لكي أخذ مخصص دقيق فعادة مخصص دقيق شخص دقيق شخص دقيق تقريب أخذ مخصص دقيق يعمل يكون لديعفاي يكون العربية في مخصصي مسألة مهمة يعني بعض العاصفين كتكون فيهم بعض الأمراء ما كتعرفش الفرق شنو فيه والمستر منين جايوا يعني من الأحسان كتشدوا كتخدموا علي يديك عاد تخلطهم مع الطيور الآخرين كتكون عارف ما يديك وكانت منا توفيق الجامعة موسم المقبل إن شاء الله والله يوفق الجامعة شكراً شكراً